اهلا بكم يا شباب معكم بيتر شكري والنهاردة جاي اتكلم معاكم على فكرة اه شريط الاعلانات اللي بيكون من تحت كده في الاخبار يا شباب ازاي نقدر نعمله في نسخة البريمير الفين تلاتة وعشرين وليه بالزات نسخة البريمير الفين تلاتة وعشرين لان انا كنت اتكلمت عليه قبل كده في نسخة البريمير القديمة هتلاقوها في الاي اللي هتظهر دلوقتي من فوق يا شباب لو حابين ترجعوا تشوفوها ازاي بنقدر نعملها بمنتهى سهولة والبساطة ولكن في حد بعث لي من متابعين القناة بيقول لي انا مش لاقي او مش لاقي القائمة اللي بنعمل منها الشريط بتاع الاعلانات ده في الفين تلاتة وعشرين بصراحة انا استغربت جدا ونما دخلت على النسخة بتاعتي اللي هي الفين تلاتة وعشرين في البريمير كده وجيت دست على فايل من فوق ودست على فعلا ما لقيتش حاجة اسمها هنا فاستغربت جدا وقلت مش معقولة ادوبي تكون شالت الفكرة اللي لانه مهم جدا ولكن لما دخلت على موقع ادوبي لقيت ان هما فعلا قايلين ان هما شالوا اللي من النسخة الجديدة اللي هي نسخة الفين تلاتة وعشرين وده علشان اعتمد بشكل اساسي واكبر في البرنامج عندنا على طبعا حركة بايخة جدا من ادوبي لان كان في حاجات مهمة جدا بنستخدمها ولكن ده مش هيعطلنا ابدا يا شباب وهنقدر يعني نقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه من خلال طيب ازاي نقدر نعمل شريط الاعلانات ده بالحاجات بتاعته بالحبشتاكرات بتاعته كلها من خلال ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة في الدرس بتاعنا كل اللي انا هعمله ان انا هجيب اي فيديو من عندي انا جايب فيديو كده لمرسل تلفزيوني بالشكل ده هبتدي ان انا انزله على التراك رقم واحد بالشكل ده انا عايز دلوقتي اعمل شريط الاعلانات اللي بيكون من تحت كده ويمشي عليه الاعلانات بتاعتنا زي ما احنا متعودين. طيب ده ازاي بقدر عامله? كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدخل على اللي موجودة من فوق هنا كده يا شباب. وهبتدي ان انا اكتب او ابتدي ان انا ارسم على حسب ما انتم عايزين. عايزين تكتبوا في الاول اوكي. عايزين ترسموا الشيب اللي هيمشي عليها برضو اوكي. خلينا نرسم بتاعتنا. فخلينا نختار من هنا كده مسلا ونبتدي ان احنا نرسم بتاعتنا بالشكل ده. ده اللي هيكون بيمشي عليه الكلام بتاعنا. وهبتدي ادوس على بالشكل ده. وهبتدي ان انا اسحابها كده. وهبتدي ان انا اعمل اللون بتاعها وليكن مسلا لون اسود. ممكن ان احنا نرفع الشريط شوية او نتخنه زي ما احنا عايزين. ما فيش اي مشكلة. وهنشدوا آآ بالشكل ده على قد الفيديو بتاعنا. بصوا كده يا شباب. وهقول لكم على مفاجأة على فكرة بعد ما نعمل شريط الاعلانات ده. هقول لكم ازاي كمان ان احنا ممكن آآ نحطه في القائمة بتاعت ونستخدمه بعد كده بمنتهى سهولة. فخليني اعمل كده يا شباب. بعد كده هبتدي ان انا ادوس على بالشكل ده. وهبتدي ان انا يعني ادوس في حتة فاضية هنا كده على الشاشة. علشان يزهر عندي بالشكل ده. انا جايب كده خبر على آآ قمة المناخ. فخلينا نجيب كده الخبر ده كده آآ كونترول او كومند سي على حسب الكمبيوتر. لو انت بتشتغل على ماك فهندوس على كومند سي. لو شغال على ويندوز هندوس على كونترول وسي. بعد كده هاجي هنا كده هدوس على الشاشة وهدوس على كونترول او كومند في فنزل عندي الخبر بالشكل ده يا شباب. طيب كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا همسك الخبر ده وهشده على الشريط اللي من تحت كده او الشريط بتاع الاعلانات اللي موجودة عندي من تحت. نقدر نحن نصغره بالشكل ده او نكبره زي ما احنا عايزين فانا خليني اصغره بالشكل ده. طيب انا عايز الخبر اللي انا حطيته دلوقتي يمشي من آآ الشمال لليمين علشان ده خبر بالعربي. فكل اللي انا هعمله دلوقتي يبصوا التولز اللي موجود عندي او اللي موجود عندي من تحت هنا كده. لو انا جيت وقفت كده على الارقام دي دي الارقام دي لو قفت على العلامة دي بيقولي ده خلي بالك. فهنا ده زي اللي موجود في اللي احنا متعودين نستخدمه. طيب خلينا نختار من هنا كده بتاعنا نمشي الخبر بتاعنا آآ لغاية ما يطلع برا الشاشة بالشكل ده. بصوا كده يا شباب اهو من اول كلمة مصرى التي في شرم الشيخ دي. هنخليها تطلع برا خالص بالشكل ده. وهاجي ادوس هنا كده على. لو انا دست على العلامة بتاعت دي كده. كده انا حطيت اول كيفريم خلي بالكم. تمام? يبقى انا كده حطيت اول كيفريم. بعد كده همشي هنا بالشكل ده لغاية نهاية آآ المقطع بتاع الفيديو كده. وهبتدي ان انا اسحب بقى الرقم ده. يبقى انا اسحب الرقم ده كده لو دستي شفتها هتلاقيه بيمشي معك بسرعة كده. يبقى انا بعمل الكيفريم بتاعي. لغاية ما الخبر بتاعي يبتدي ينتهي بالشكل ده. وبكده يبقى انا خلصت فكرة شريط الاعلانات اللي من تحت. اللي هو الخبر هيمشي عليه بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. لو انا دست كده هتلاقيه ان الخبر ماشي على شريط الاعلانات زي ما تعودنا دايما وبمنتهى السهولة والموضوع تم سهل جدا جدا جدا. بس خلي بالكم من المفاجأة اللي جاية اللي انا هقول لكم عليها. طيب. حلو جدا الكلام ده. لو حبيت بقى ان انت تتحكم في يعني انا دلوقتي عايز مسلا الكلام اللي مكتوب ده يمشي بسرعة او يمشي بطء. فانا لو شديت انا مش شايف اي هنا. انا مجرد ما دست على العلامة دي هو حطي لي كده عند لو شديت يا ترى الكلام بالشكل ده هل هيبقى بطيق? لا هيبقى برضو ماشي زي ما هو. وهينتهي في الجزء ده بصوا كده. طبعا انا عايزه ينتهي في الحتة دي. او عايزه ينتهي اسرع من كده. هعمل ايه بقى? خلي بالك لو انت فتحت العادي جدا هتلاقي اللي انت عملتها موجودة هنا في بتاعك. فلو جيت دست على السهم ده وجيت نزلت كده تحت هتلاقي ان بتاعك هنا كده في اللي احنا عملناها اللي احنا عملناها من هنا. ليه عملناها من هنا علشان اختصارا للوقت بتاعنا. بدل ما تفتح اللي موجودة هنا وتبتدي تستخدم انت على طول بتعملها من خلال من هنا. طبعا لو انت عايز تشد بقى بتاعتك كده اهو تخلي الكلام بتاعك تطلع بشكل ابطأ شوية اهو تقدر ان انت تبطأ الكلام بتاعك بالشكل ده. طيب ده شيء حلو جدا وجميل جدا. هل كل مرة محتاج ان انا اطبق فيها شريط الاعلانات بالشكل ده? اكيد لأ انا جاي اقول لكم النهاردة على حاجة سهلة جدا يا شباب. بصوا بقى لو انت عايز تطبق الكلام ده على طول على اي اه اعلان بعد كده عندك او على اي شريط اعلانات انت عايز تعمله بعد كده الموضوع سهل جدا. كل اللي انت هتعمله هتدوس كريك يمين على التكست اللي انت كتبته او الشيب اللي انت كتبتها دي. وتعالوا ندور كده على فخلينا نعمل كده بص بيقول لك هنا ايه? بيقول لك يعني هنصدره كده او هنطلعه بره كأنه تمام? تعالوا ندوس على دي كده بيقول لي عايز تحط الكلام ده فين? طبعا هنا هيسايفهولي كمجرد. اه خلاص? طيب تعالوا نشوف هنستخدمه ازاي? كل اللي انت هتعمله ان انت هتكتب عليه مسلا ولا حاجة نكتب كده او ممكن تكتب بالعربي شريط اخبار ولا حاجة ممكن تكتب بالانجلش اهو خلاص وخلينا كده ايه نعمل اوكي بس خلينا ندوس على كده وهنحط المجرد دي على وهقول له اوكي وهقول له اوكي طبعا ده حاجة مؤقتة وخلينا نشوف هنعمل بالكلام اللي احنا عملناه ده ايه? خلاص يا شباب? طيب حلو جدا انا كده سيفت وبره على لو انا جيت على اللي موجود في هنا كده وابتديت ادوس على العلامة دي او سحبته من برا الجوه على طول لو دست على العلامة دي كده هتلاقي انه مكتوب هنا كده ودي المجرد اهو. لو دست عليه بالشكل ده وعملت اوبن كده خلي بالك هو نزل هنا. لو جيت في كده طبعا خلينا نمسح ده خالص اهو. وخلي طبعا شريط الاعلانات كله انتهى اهو ما فيش اي حاجة. لو جيت على هنا كده وكتبت مسلا او اه اي حروف منها هتلاقيه انت طلع لك لو انت سحبته حطيته على الشاشة دي او على الفيديو ده هتلاقيه اشتغل معاك عادي جدا بالكلام اللي انت كتبه. طب لو حبيت ان انا اغير الكلام تعالوا كده وهندوس هنا اتنين كليك وغير اي حاجة اكتب اي حاجة اهو اكتب اي كلام عندك انا بكتب اي حاجة. وابتدي ان انا دوس بلاي هتلاقي ان الكلام اللي انت كتبته ده هو اللي ابتدى يتكتب عندك. يبقى انا عملت دلوقتي اه موشن جرافيكس جهزة اقدر استخدمها بعد جدا في اي برويجكت عندي بمنتهى السهولة والبساطة بدون اي مجهود خالص. تقدر تتحكم في كل اللي انت عملتها وتقدر تتحكم في كل حاجة زي ما انت عايز. طبعا بتمنى ان الدرس يكون عجبكم يا شباب لو عجبكم يا ريت ندوس على الفيديو ونشار فيديو فسائل التواصل الاجتماعي. بتمنى كمان لو عندكم اي اسئلة ما تترددوش لحظة ان انتو تكتبوها يا شباب. وانا بقدر الامكان هقدر ان انا اجاوب على كل اسئلتكم. شكرا لكم. وبتمنى كمان اللي لسا ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زرات جرس عشان يوصل لكم كل الفيديوز الجديدة. بشكركم يا شباب. واتمنى ان انتو تتابعوا الفيديوهات الجاية في ادوب بريمير برو سي سي.